من جانبه قال وزير الزراعة واستصلاح على راضي السيد القصير إن قطاع الثروة الحيوانية يلعب دورا مهما في الأمن الغذائي وأضف القصير أن مصر قد شهدت خلال السنوات الثماني الماضية نهضة ودعما غير مسبوق للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره استهدفت تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة قطاع الثروة الحيوانية دورا مهم وسريع النمو في الاقتصاد الزراعي العالمي حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% من إجمال الناتج الزراعي في أي دولة لذلك نستأذن سيادتكم فأن يكون عرضنا اليوم بمناسبة تشريف سيادتكم لافتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات تحت عنوان الصروة الحيوانية بوابة الأمن الغذائي تتمثل أهمية الصروة الحيوانية في توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة مع تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان أيضا تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرات الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف ترجمة نانسي قنقر